أحمد كنا قبل قليل نتحدث عن غارة عنيفة إسرائيلية تستهدف القطاع الأوسط جنوبي لبنان فما الذي نعرفه حول الوضع؟ نعم ديما أمران إلى فتاني هذا اليوم الأول استخدام طائرات المسيرة الانتحارية بالهجوم على مزارع شبعة المحتلة واستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية الأمر الثاني هو مهاجمة قرابة 19 موقع إسرائيليا بالتزامن وبنفس التوقيت وعلى طول الحدود وهذه المواقع غير متقاربة جغرافيا بمعنى فيها من الجليل الغربي وفيها من إصبع الجليل وفيها أيضا في مزارع شبعة المحتلة هناك تصاعد في حدة التوتر عند هذه الحدود وأيضا هناك تصاعد في الاستهداف الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم أهداف عديدة تابعة لحزب الله وهي أهداف قال الجيش الإسرائيلي بأنها مقرات عسكرية مواقع إطلاق صواريخ ومستودعات ذخيرة لحزب الله وحمل الحزب مسؤولية ما يجري حاليا في جنوب لبنان أيضا تزامنا مع الضربات التي شنها حزب الله على إسرائيل أطلقت كتاب القسام من لبنان قذائف صاروخية وصلت إلى بكيريان تشموني قذيفة واحدة على الأقل سقطت في مكان مأهول وثلاث قذائف سقطت في مناطق مفتوحة أدت هذه العملية إلى إصابة إسرائيليين اثنين وتدمير ممتلكات وسيارات هناك تصاعد في حتة هذا التوتر كلما نقترب وكلما اقتربنا من الكلمة المرتقبة للأمين العام لحزب الله حتى اللحظة إسرائيل ووفقا للقناة الثانية عشر الإسرائيلية لا تعرف تحديدا كيف ستكون الساعات المقبلة ولا تعرف صراحة إسرائيل عن كيفية التحرك لحزب الله إن كان سيذهب باتجاه حرب شاملة وفتح هذه الجبهة أم نحو محاولة تنفيذ هجمات جديدة والتصاعد تدريجيا بحدة هذه الهجمات على الحدود الشمالية صحيفة معريف الإسرائيلية أشارت في تقرير لها مساء هذا اليوم أن إسرائيل تستعد في الساعات المقبلة للتصاعد أكثر في الأحداث الأمنية على هذه الحدود إذن اليوم شاهدنا بعد أن كان صباح هذا اليوم تقريبا الهدوء هو الذي ساد ولكن بعد ساعات العصر عمليات عديدة حدثت على الحدود والقصف الإسرائيلي على ما يبدو أنه مستمر حتى هذه اللحظة ويتم استخدام سلاح الجو والمدفعية وأيضا الصواريخ أرض أرض التي شاهدناها تنطلق من الجليل الأعلى باتجاه أهداف في جنوب لبنان صاروخ واحد على الأقل سقط في منطقة محيطة بالخيام وصاروخ ثاني سقط على مقربة من منطقة وبلدة الغجر على الحدود مع لبنان وصواريخ أخرى أطلقت من الجليل نحو القطاع الأوسط وعلى ما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يواصل هذه الهجمات نحو جنوب لبنان ويحمل حزب الله كما قال المسئولية عما يجري حاليا بمعنى أنه أيضا يرد على الصواريخ التي أطلقت من كتاب القسام أحمد بخصوص تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية لحزب الله نتابع ونحن نتحدث معك صور وردت قبل قليل عن كريات شمونة المسوطنة والتي ضربت بصواريخ أعلنت تبنتها كتاب القسام في لبنان كيف هذه المسئولية إن كانت كتاب القسام هي من أطلقت الصواريخ بالمنظور الإسرائيلي هناك تغيير في تعامل إسرائيل مع الشأن اللبناني سابقا كانت تحمل الحكومة اللبنانية المسئولية عما يجري بمعنى عندما أطلقت صواريخ نحو كريات شمونة قبل عدة أشهر وسقطت في منطقة مفتوحة حملت إسرائيل المسئولية للبنان وضربت أهدافا مفتوحة عندما أطلقت صواريخ في الأشهر الماضية من قبل فصائل فلسطينية وتحدثت إسرائيل صراحة عن أن فصائل فلسطينية هي من أشرفت على ذلك نحو الجليل الغربي ردت بمناطق مفتوحة واستهداف مناطق مفتوحة ولكن منذ الثامن من أكتوبر غيرت إسرائيل من تعاملها مع لبنان تحديدا فبعد أن قصف حزب الله مواقع أسكرية في مزارع الشبعة وهي المنطقة التي عادة ما كانت قواعد اللعبة متبعة بها بمعنى يقصف حزب الله مزارع الشبعة المحتلة ترد إسرائيل في مناطق مفتوحة إسرائيل هي التي غيرت من هذه المعادلة وبدأت تستهدف بمناطق وبنية تحتية تابعة لحزب الله ومقرات وأدى ذلك إلى تصفية عدد من عناصر حزب الله حتى قبيل حديث إسرائيل عن محاولة تصفية المسلحين قبيل إطلاق القذائف نحو إسرائيل بمعنى غيرت من التعامل واستهدفت بنية تحتية تريد إقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف حزب الله وأيضا حاليا تتعامل مع الحزب بأنه هو المسؤول عما يجري في السابق كان الجيش يحمل دائما الحكومة اللبنانية المسؤولية عما يجري في لبنان حاليا يتم تحميل حزب الله المسؤولية وإذا ما أقدمت أي جهات فلسطينية عن إطلاق أي صواريخ فإن الرد يكون وفقا للإسرائيليين بقصف أهداف لتابعة لحزب الله وبنية تحتية تابعة لحزب الله المعادلة الحالية الموجودة هي مقبولة على إسرائيل وهي إسرائيل أخلت الحدود هي مستعدة لتحمل صواريخ مضادة لأدروع تطلق نحو مواقع عسكرية على الحدود أو حتى على الخط الثاني من الحدود مثل كريات شموني أو نهرية ولكن أبعد من ذلك ربما ستختلف الرد الإسرائيلي في المقابل حزب الله يقوم باستهداف هذه المناطق العسكرية ولا يتوسع بضرب أهداف بعمق الجليل أو بإطلاق صواريخ بعيدة المدى أو بإطلاق صواريخ نحو حيفا أو هذه المناطق حيفا قصفت فيها السابق من قبل كتاب القسام ولكن من قطاع غزة وليس من جنوب لبنان لذلك هذه المعادلة هي مقبولة على إسرائيل ولكن هي معادلة هشة جدا ويمكن أن تكسر في أي لحظة ويمكن أي خطأ على الحدود يؤدي إلى تصعيد التوتر حتى اللحظة الاستخبارات الإسرائيلية حتى مع حديث وزير الأمن الإسرائيلي يؤف قلنت عن أن حزب الله مرتدع في هذه الفترة الاستخبارات لا تملك أي تصور حول الساعات المقبلة وحول كيفية توجه حزب الله في الساعات المقبلة وهناك حديث في إسرائيل عن إمكانية ممارسة ضغوط من إيران على حزب الله كي لا يوسع من الهجمات ولكن حتى اللحظة لا سيطرة لإيران على حزب الله لذلك الساعات المقبلة هي الساعات جدا حساسة وجدا حارجة وقد تحمل المزيد من المفاجآت